السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائي وشنو قلاتيكو العافية معكم محمد من قلات عزامر في الاصدقائي بفيديو جديد وموضوع جدا المهم صار معنا بالتحديث الاخير الى وهو عبادة الاصنام طبعا يا شباب فكرت الف مرة قبل ما اصابه الفيديو وجمعت المعلومات اللي نحكيه به الفيديو هاد رح نحكي اليوم على ثلاث نقط تحذير وليش ضاف هذا المود الجديد هو عبادة الاصلام وشو طالت عليه الشركة من ساعتين طبعا يا شباب نحن بالنسبة انه ازا نجي نحكي عليه نظرين او نجي نحكي عليه دينيا شباب بالنسبة انه نحن كمسلمين هذا المود ما بصير معنا ابدا 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 نزلت الشركة بخريطة سنهوك تنزل تعمل هيك بطلع لك اسلاح بشان يطلع لك اسلاح اول شغل الشباب خلاني نحكي ليش الشركة ضافت هالمود هاد طبعا بصين بصين هيا هيا عندهم عندهم كل واحد له دين كل واحد عنده دين كل واحد معتقد انه هو دينه صحيح نحن ما ندخل به الموضوع هاد لان في انتقالات كتير شو ما حكيت هالله شو ما ادد احكي اذا يطلع واحد منه مشاهدين هالله دين ينتقد لان كل شيء له دين وكل واحد عنده عقلية بفكر فيها وكل واحد بيحكي من منظور شكل فانا ابدأ احكي يا شباب من منظور واحد هو منظور دينه دينه الاسلام ما بسمح انه يكون في عنا هيك شي نحن بس ازا بنرجع الاخير يعني منحكي معا انا شوي ومنحكي بهالموضوع اكتر منتعمق في هالموضوع منرجع من الاخون منقول هاي لعبة ان هاي لعبة وهاي حركة بيعانوها هن اهل الصين ونحن ما انا على قفية يعني مت مو موجود ازا عملت معصية بتاخد سيئات وازا عملت حسنة بتاخد حسنات كمان انت بتحسل ان تين ما تنزع هالموض ع خريط صنهوك وبتحسل ما تعمل هيك يعني بمكانك يعني اما الجروح دي يعمل ما انا على قفية بس نحن منحذر يا شباب بالنسبة الاعمار اللي عبتشاهدني هلا ما بعرف مختلف الاعمار لا حدا ينزع خريط صنهوك لبا حدا يلعب صنهوك في عندك خريط مرمار في عندك ارينجل وعنا كمان خريط فيكندي بس ازا نجي نحكي كمان يا عذاب اللعبي حرام طب يا شباب اللعبي حرام ازا انا بطلع ستمائة الف شيخ مثلي ا او مانا طبعا ماني شيخ انا يعني ها وستتمائة الف واحد دي يطلع ديقول يا شباب اللعبي حرام الناس ما لا تقتني عليش اني خلاص الناس عبتلعب فيها بس اللعبة بتصير حرام كنقطة عم نحكي اليوم هلا هلا عم نحكي يعني بموضوع ديني بموضوع نحن كاسلام عم نحكي بنقطة اللعبة بتصير حرام ازا انت مثلا انت بايق على اللعبة عادت عليك صلاة ظهر وعدت عليك صلاة عصر ما قديت واجباتك ما صليت عن النبي ما سويتش اصالة اللعبة حرام مية بالمية ا وما ازا انت عب تصلي العصر وعب تصلي كل اوقاتك وعب تذكر الله وبتقرأ بالقرآن وبتصلي عن النبي والاخي براكت ما ضيعت وقتك كله تقع اللعبة صفت هاي لعبة شباب يعني في متعب الاخي بترجع لعبة طبعا كل واحد عنده منظور مختلف عن التاني شباب ما بعرف يعني هذا شو ما حكيت دي يطلع واحد ينتقد بس انا عب احكي بمنظوري لاني هلا الناس ما لا تقتنع ولا تقتنع من عذاب ولا تقتنع من اكبر شي خلاص الناس عبتلعب بس نحن ما نقول لن نعن فهم هالنا هدولة كان اكبر ولا كان صغار بس طبعا جوز هالشهد الفيديو اكتر شي صغار لا تنتهي عندينك لا تنتهي على صلاته لا تنتهي على شي لعبة ما بصير حرام يعني مشان احسن نوصل لعقول لكم طبعا شباب والخبر المفرح ان الشركة من ساعتين لغت هذا المود كلاته مود عبادة الاصلام شركة لغتهم من ساعتين بعد يعني مطالبات كثيرة من الناس لغت هذا المود طبعا شوش تفو بالفيديوهات المودات النزلت ونزلت التحديث والناس نزلت صار في انتقادات كثيرة الشركة يا شباب خلنا نحكي بالعقل نحكي بالعقل الشركة عبارة عن تجارة عن استثمار شو الى مصلحة الشركة تسي لها ديانة محددة مشان تخسر مالها الشركة هي يعني عبسونا تحديثات لانهار مشان نضل على اللعبة مشان نشحن داخل اللعبة مشان تجزب اكبر عدد ممكن من الناس يعني هي شركة تجارية ما لا مصلحة يعني انتي هلا المشاهد عبتشاهدني حط حالك محالها الشركة هي اعتبر حالك انت عندك شركة بتروح بتمس بأحد الديانات عشان تقصر لا انا برضي كل الديانات وبرضي كل الناس وما نعلموا بأي ديانة عشان اضل عباش تغلمي اني في نسبة جدا كبيرة من العرب عبتلعب اللعبة اذا العرب وهذا الشي مستحيل يصير اتوحدت وما باي تلعب هاللعبة هاي يعني شركة تقصر يعني كنتو عشان طبعا شي مستحيل بس نحنا عم نحكي ومنقول فرضا يعني بس شركة ما لا مصلحية يا شباب طبعا بعد شركة ما اجاها انتقادات انا ما عمدا فيها عنها بس عم بحكي شي شفته يا شباب على التويتر على شركة بابجو موبايل اصلية نزلت بوست ونزلت انا نفس البوست عندها على المنتدى بعد ما ترجمته ونزلت وتلكون يا شباب بعد ضغط جدا كبير لالشركة الشركة لغيت المود يعني المود هاي عبادة الاصلام لغيته وكلو عباده والله تنزع خريط سانهوك وما ضل فيها بس نحنا كنا عم نحكي بمنظور اول يعني ما ضل شيخ الا صار يحكي عليها ما ضل حدا اللي ما صار يحكي عليها وكل واحد عنده وجهة نظر وكل واحد عنده رأي وعنده انتقاد معين وتلكون هذا الفيديو مبسطة دفاع عن الشركة هذا الفيديو هو عبارة عن تحزير عبارة عن تحزير بامكانك انت ما تنزع سانهوك بامكانك ما تعبد هالصنم هاد وامكانك ما تاخد سلاح متل ما امكانك ما تشرب هالسيكارة او تمرض كمان اي يعني هالله اذا واحد كان عم بدخن تقول له لا تدخن مرة يرد علي كمان ازع بلعب بجي موبايل كمان تلات لعب مرة يرد علي كمان بس نحنا نعطيه شغلات وقائية يعني شغلات اني تقيم هالله هاي لا تنزع خريط سانهوك هايو لا تلعب لا تنزل تعبد الاصنم ولا تاخد هالاسلاح هادا فيم تعلمون نواطه شباب فديروا بالكون شباب هال موضوع هاد فكرت الف مرة ما طالع هالفيديو والشركة لغت هذا المود هو والله كله عباده التغوا هذا المود كلاته ها بتنزع خريط سانهوك ما اضل فيه شي بس كان الناس وقفة على نكشة من لعبة بابجي موبايل ووالاخي صار فيها ثغرة هاي ثغرة شعبات الاصلا موبلش ويطالوا على فيديوهات يعني ادخلوا على الفيسبوك ولا ادخلوا على انستجرام ولا empresa استطاعتنا و belleدات الانتقادات وعن كم مئة الانتقادات وعن كل حال الشركة بالاخير شالت هذا المود هاد أكلها يا شباب هذا كل ما أقع فيديو أن شاء الله ما أكون سيت شي وإن شاء الله أكون حكيت كل شي أقلأكم يا شباب لا تنتهوا عن صلاتكم لا تنتهوا عن دينكم لا تنتهوا على قراءة القرآن ولا تنتهوا عن الصلاة عن نبي الله سلسل ومحمد وعلى صحب السلام يلا شباب هذا كل ما أقع فيديو أراكم أكتراحتكم ما يشفت حلاتهم بالتعليقات لا تسهلون من لايك في دعاكم جميل إذا أنتم ومارعب تشاهدني لا تنسى تشترا بقناة واتفعل الزر الجرس للصلاة كل جديد الفيديو كماكم اخوكم بلا محمد. تابع قناة زمافيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.